أثار كريم بنزيمة قائد ريال مدريد الإسباني الجدل برسالة غامضة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستكرام حيث قام بنزيمة بنشر صورته مع تعليق عليها كاتباً هذا لا يهمني وجاء هذا المنشور بعدما انتشر الحديث عن المطالبة بعودة بنزيمة لمعسكر فرنسا والمشاركة في نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين وعلى رأس المطالبين جاء الرئيس الفرنسي إيمانويلو مكرون لكن يبدو بأن رسالة بنزيمة جاءت للرد على تصريحة ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا والتي أكد خلالها بعدم عودة بنزيمة إلى معسكر الديوك في قطر قبل نهائي كأس العالم حيث أكدت عدة تقارير صحفية أن ديشامب لا يريد الاعتماد على بنزيمة وكان قد خرج بنزيمة من معسكر منتخب فرنسا قبل انطلاق المونديال بأيام قليلة بداعي الإصابة لكنه يتدرب مع ريال مدريد بشكل منتظم منذ أسبوعين وخاض بالفعل مباراودية مع الملكي ووفقا لما كشفته إذاع راديو مونتي كارلو الفرنسية فإن بنزيمة سيحصل على ميداليا الفائز إذا احتفظ المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم حيث إنه لم يتم استبداله من القائم النهائي